هذا وقد عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان خلال زيارته الحالية لأرمينيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض خلال مباحثات طورة الخطة التنموية التي تتبناها الدولة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بما تتيحه من فرص للاستثمار كما أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتحقيق نقلة نوعية في مساحة التعاون الثنائي بين البلدين لسيما عن طريق تشجيع التعاون بين مجتمع رجال الأعمال في الدولتين بشكل ينعكس على تطوير حجم التبادل التجاري والاستثماري وأضف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات والأزمات الإقلامية مع استعراض تدعيتها على أمن القارة الأوروبية حيث ثمن رئيس وزراء أرمينيا من جانبه الجهود المصرية زات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط واتفق كذلك الرئيس السيسي ورئيس الوزراء باشنيان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير شرعية من خلال منظور شامل والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسية التي تشجع على تلك الظاهرة إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب موسيقى